بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فبمناسبة يوم العلم في المملكة العربية السعودية فإننا ولله الحمد نحمد الله عز وجل أن شعار هذه الدولة ورايتها الخفاقة تحمل شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه البلاد ولله الحمد منطبقة للشرع وقد وفق الله القائد المؤسس الملك عبد العزيز أبن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله على أن جعل شعار هذه الدولة شهادة التوحيد وإن هذه الشهادة مسطرة على هذه الراية العظيمة وهذا من فضل الله علينا ومن توفيق الله لمؤسس هذه البلاد هذه البلاد قائمة على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح بعيدة عن البدع والخرافات وكل ما يخالف الشرع فلله الحمد والمنة ونسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها وعقيدتها وقيادتها وأن يديم عليها الأمن والإيمان ونسأل الله عز وجل أن يجعلها دائما وأبدا حامية للحرمين الشريفين ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود قادتها الذين يقدمون الخدمات الجليلة للحجاج والعمار والزوار للحرمين الشريفين وهذه البلاد ولله الحمد والمنة هي الرائدة وهي الأولى في تطبيق الشريعة وفي العقيدة السليمة الصافية النقية فلا غروة أن يكون رايتها وعلمها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نسأل الله عز وجل أن تبقى كذلك دائما وأبدا وأن يحرسها من كل سوء ومكروه وأن يكبت أعداءها وأن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظنا جميعا من كل مكروه وأن يديم الرخاء والسعادة وأن يحفظ قادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين على ما يقدمون من خدمات جليلة للحجاج والعمار والزوار وأن يجعلهم دائما وأبدا في خير وسعادة وأن يحفظ شعب المملكة العربية السعودية وأن يديم عليهم الأمن والإيمان والرخاء وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه فهذا ولله الحمد من توفيق الله لقيادتها وحكومتها في رفع هذه الراية التي لا يمكن أن تنكس أبدا لأي حادث أو لموت أحد فهي الراية الخفاقة العالية لأنها تحمل شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة ونسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يديم على هذه البلاد عزها وأمانها وأمنها وأن يجعلها دائما في مقدمة دول العالم وأن يحرسها من كل سوء ومكروه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبكم يوسف بن عبد الله الوابل المدرس بالحرمين الشريفين